السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي بكو اذا كاترة ان شاء الله النهاردة هناخد كيس بريزيمتيشن عن الاي اي اتش الاوتو اميون هباطايتس تمام اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الاوتو اميون هباطايتس وتكلمنا ازاي اشخاصه ان انا لازم يبقى عندي لازم اجمعهم مع بعض بالاضافة الى لبعض الحاجات عندي لبعض الايليمنتس دي يا اما تبقى بالاضافة الى حاجة راديولوجيكال ان انا اعمل مش حاجة راديولوجيكال حاجة هستولوجيكال يعني ان احنا ناخد بيوبسي والفزيشن يقيم شكل البيوبسي ويشوف شكل الهستولوجي هل هو مع الاوتو ومين هباطايتس ولا لا انه ثلاث حاجات لازم يتجمعها مع بعض الحاجة الرابعة الاساسية انه نعمل اكسكلوجيان للأزر كوزيس اف ايه قولولي اكسكلوجيان للأزر كوزيس للليفر ديزيزس انه ممكن يكون فيه سبب تاني مسبب للهباطايتس اللي عندي تمام طيب هناخد جزب ريزيمتيشن لحالة جاية هي متشخصة من بدل بس برضه هوريكوا التحليل اللي اتصحبت عشان تأكد ان ده تمام بالاضافة اني الحالة دي متشخصة من زمان هي جات المستشفى لان حصل لها ايه حصل لها زي او تعبد شوية فجات المستشفى تمام اول حاجة الحالة جاياني فلازم اهم حاجة الكمبلينت الكمبلينت بتاع الحالة ملحوظة صغيرة يا جماعة عايز اقولها لكم اي ايه تلاقوه بيبدأ من سن العشرين للتلاتين من سن عشرين للتلاتين هتلاقي يبدأ يظهر على الشخص من سن عشرين لسن تلاتين سنة الحالة سنة عشرين سنة تمام طبعا عشان قلنا لازم سرية بيانات المريض فهنا عامل على اسم المريض واسم الفيزيشن تمام علامات سودا على كده على كده اللي هي تمام مهم يا جماعة الحالة دي اربعة عشرين يرز اولد في ميل تمام يعني حصل بسبب الاوتواميون هده طايتس الحالة جاية بتاعها برايت هايبو كوندرالبين هنا ايه اللي هو الرايت هايبو كوندرالبين ضل ايكينج يعني جديد نوترفيرد ونوترا دي ايتب يعني ايه نوترفيرد يعني مش جاي من مكان تاني ويكون الهايبو كوندريام هو مكان تفرع الالم تمام نوترا دي ايتب معناه ان الالم مش طالع من الهايبو كوندريام رايح مكان تاني يعني من الاخر كده الالم نوترفيرد يعني مش عبارة عن تسميع من مكان تاني ونوترا دي ايتب مش مسمع في مكان تاني تمام المريضة كانت عندها هستوري من الرايت لجيس هولينج ده هقوله برضو في الهيستوري تمام انا هم حاجة عندي تمام اللي هو الرايت هايبو كوندرالبين تمام احنا قلنا زي كل مرة هقولها سريعا كده ان احنا بنقول الكيس على شكل صوف فورمات تمام؟ كلنا فاهمين صوف فورمات السبجيكتف الابجيكتف الاسسيسمنت البلان تمام؟ اول حاجة في السبجيكتف الشيف كومبلينتز تمام؟ قلناها تمام؟ بعد كده احنا ممكن ندخل على الهيستوري البرزنت اللي هو المرض اللي جاية بيه المستشفى ناخد الهيستوري بتاعه الهيستوري بتاع البرزنت اللي هنا هو ايه؟ عايز حد يقول لي شاركوني يا جماعة دكتورة عايشة، دكتورة ابتهال، دكتورة سامر جاوبوني الهيستوري البرزنت اللي هنا ايه؟ فيزيشن زينا كتب كلام كتير تمام؟ دكتورة ابتهال، دكتورة عايشة، الصوت كويس عندكو؟ دكتورة سامر بتقولوا الصوت بيقطع، كويس، طيب الهيستوري بتاع المرض اللي جابها المستشفى بتاع المشكلة اللي جات بيها المستشفى عايزين تاريخها، تمام؟ تمام يا دكتورة عايشة، ما فيش مشكلة، دكتورة عايشة بتقول انها لسه دخل المحاضرة، مش مشكلة، الهيستوري البرزنت اللي هي اوتوميون هيبطايتس، الهيستوري بتاعها ان هي نونتو بيه اوتوميون ليبرسل روزس، هو ده الهيستوري، ما تقلش من كم سنة، ما تقلش من قدية، تمام؟ الباصل ميديكا الهيستوري، اللي هو الهيستوري بتاع اي مرض بخلاف البرزنت إلنس، تمام؟ بخلاف البرزنت إلنس، زائد الهيستوري بتاعه، تمام؟ يعني هي جاية بمشكلة، اوتوميون ديزيس، تمام؟ وتوميون هيبطايتس، زائد الهيستوري بتاعه، هاخده، تمام؟ واخد الميديكا الهيستوري، الميديكا الهيستوري، ان هي كومبلين من هيستوري، ان عندها رايتليجي سويلينج، وتندرنس، وإديمة، ده كله دياجنوزد اس ديفناثرومبوزيس، تمام؟ اخد التمانية انجيكشنز، تمانية انجيكشنز في ايه؟ من ايه؟ خد يقولي، الديفناثرومبوزيس هيخد انجيكشن من ايه؟ او ايه اللي هيخده انجيكتبول؟ طب دكتورة سامر بتقول هيبطايت، كليكسان ماشي، عايز معلومة اضغط شوية؟ معلومة اضغط شوية؟ معلومة اضغط شوية؟ هنقول لو منوكرا رويت هيبطايت هيبطايت بيدوس كذا 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 كذا؟ مثلا؟ انوكسا بارين صوديام؟ او فوندا بارينوكس، تمام؟ اوكي، هنوكسان، ده الهيستوري عمتا؟ بعد كده، بقولك فوربوسوبلتيوف مريفان، يعني احتمال انها هتبدأ المريفان، تمام؟ بعد كده، السوشيال هيستوري بتاع المريضة، ما فيش اسموكين، ما فيش الكهول، تمام؟ احنا ما فيش الكلام ده، الفاميلي هيستوري فري، فاميلي هيستوري فري، تمام؟ هل فيه جينيتيك بريدوس بوزيشن في حوار الاوتومين هيبطايتس ده؟ لا لا، فالفاميلي هيستوري هنا فري، ندخل على الوبجيكتفز بقى، اللي هو الفيزيشن، بسميه تحت مسمى دكتور نوتس، اللي هو فحص الفيزيشن، تمام؟ البيشن كان فولي كونشوس لما جاه، تمام؟ البراد برشار مية وعشر سبعين، البالس تمانين، الشيست كليميكال فري، الابدومين ريزونانت، نو بالبوبول أورجام، ريزونانت يا معناها ايه؟ ما فيش جوندس، ما فيش لورلين بأديمة، تمام؟ ما فيش لورلين بأديمة، بس فيه باتشز، تمام؟ متلونة فوق الاثنين، اللورلين بس، الرجل الليمين والشمال، حد يقول لي يعني ايه البطن هنا ريزونانت؟ يعني ما فيش يا جماعة، مش الحلس الروتك؟ يعني ما فيش عندها وهنا لما بشوف الكيس، بشوف الفحص بتاع الفيزيشن، انا برضو باخد انديكيشن، او باخد شكت لمبدئي للحالة هتبقى ازاي؟ عشان البلانتو بقى في دناغي، وبعارف الحالة ماشية ازاي؟ فالس بتاعها كويس، يبقى الحالة هيمو ديناميكال ستيبل، او مبدئيا، ديناميكال ستيبل، تمام؟ لسه عارف هيمي ستيبل ولا لا، يعني ديناميكال من ناحية البلوت بريشر، مفيش شوك، مفيش هايبوتينشن، هيمو ديناميكال او هيمو ستيبل او استابلتي، ان الهيمو جلوبين كويس، مش محتاجة الدم، مش محتاجة اي حاجة، تمام؟ فولي كونشوز، يعني المريضة ما عندهاش الصين بتاعت الليفر سيلفيريور، اللي هي الاكتسفالوبس، وهو حالس الروتك، تمام؟ ما فيش جوندس، ما فيش جوندس، معناها من الصفرة مش عالية او مش عالية للدرجة الواضحة، تمام؟ واحنا قلنا البلوروبين لما بتعلق دي ماركروف ايه؟ عايزكوا تتفوقوا معي يا جماعة وتجاوبوني، تمام؟ كأننا بنعمل رفريشمنت، احنا بنعمل على حالة فعالية موجودة، كانت بتاريخ واحد تمانية الفين وتمانتاشر، يعني من شهر. بلوروبين لما بتعلق انديكيت ايه؟ او ماركر لإيه؟ لا مش شرط اوبستركشن يا دكتورة سامر، هو ممكن اوبستركشن تعلي، بس انا عايز حاجة اعلى، او حاجة تبقى اشمل للمفهوم ده، دكتورة سامر برضو قالت هيموليسيس، ماشي ما فيش مشكلة، دس تبقى هيموليتك جوندس، ولما بتعلق في الاوبستركشن اسمها اوبستركشن، دكتورة ميادة قالت ماركروف انجري، فعلا هو ذا اللي انا كنت عايز او بسعل عليه، الماركروف ليفر سيل انجري، وهو انا عندي اوتو اوميون هيباطايتس، عامل لي انجري، دكتورة سامر، مش شرط هيباتو سيلولار انجري، ممكن يبقى كوليستاتيك، وخصوصا في الاوبستركشن، في الاوبستركشن يا دكتورة سامر، بيحصل الاوبستركتف جوندس، دي عبارة عن كوليستاتيك انجري، بتعمل انجري للليفر اسمها كوليستاتيك، تمام؟ لما بيحصل كوليستيزيس، تمام؟ الملتبل دارك ويت سكين ديجان، ألوفر بوث ليمبس، دي بارضو من بوائل ديفانسترومبوزيس، تمام؟ ده اول يوم ما جات، بعد كده، هنسحب التحليل بتاعت المريض، اول حاجة، كريات نورمل، وزين رينج، تمام؟ طبيعي، و هنا نورماليتي نورمل، طبعا، اللون مش واخد لون، الكريات السطري ده مش واخد لون، لان التحليل نورمل، عندنا النظام الـ بيدي لون أصفر لما يكون الحالة الحاجة فيها ديفشنسي، وبيدي لون أحمر لما تكون الحالة فيها الـ تمام؟ اليوريا وزين نورمل رينج، تمام؟ معناها ان الكدني تمام؟ ما فيش اي مشكلة في الكدني خالص، تمام؟ تمام؟ بعد كده، السي بي سي، ده مريض سرّتك يا جماعة، وانتم معاك يا انكم في المستشفى دلوقتي، تمام؟ انا عايز امشي خطوة خطوة، واعرف ايه اللي هبص عليه، ايه اللي انا يهميني كاكلينيك الفورمسيس تبص عليه في السي بي سي، عايزكم تقولولي واحدة واحدة، هنبص بايه؟ نبص على ايه؟ بصورة الدم، النيتروفيلز؟ لا، الهيموجلوبين، دكتورة مايادة بتقول الهيموجلوبين، والبليتليت والويت بي سيز، تمام؟ برافو يا دكتورة مايادة، برافو، تمام؟ دكتورة سامر تقولي وايت بي سيز عشان اس بي بي، لا يا دكتورة سامر غلطة كبيرة عملتيها دلوقتي، هقولي حضرتك، ليه أقول، ليه أبص على الويت بي سيز؟ لازم أبص طبيعي على الويت بي سيز، لأنها لما بتعلق انديكيت الانفكشن، بس كوني نشك في الاس بي بي، ده أكبر غلط ممكن أعمله، عارفة ليه؟ بصي كده، إذا كان الابدومين هنا ريزونانت، يعني فاضي، لا يوجد أبكية الفلويت بي على مستوى الكاليس الكالديسير، ممكن يبقى فيه على مستوى الصونار منمال إنتر ابروتنيا tweakِينجيان السيز، لا يوجد مشكلة، بس على مستوى الكاليسي الاجاممينش البطن فاضي، ده اللي ش jewel علمنا الفائت تشوي، فبالتالي مستبعت جدا cuz Hebert جدا che'd be spontaneous problems for platonациents تمام؟ سب happen continuous، تمام؟ لو ساكندري بروتونايتس ممكن يحصل حتى لأي شخص فينا مش شرط يبقى عنده أسايتس أي حد ممكن لو خد جرح بسكينة يحصل له ساكندري بروتونايتس تمام يا دكتورة سمر واضحة؟ تمام طيب يا دكتورة ميادة حضرتك وقلتي الهيموجلوبين هنا هبص في إيه على الهيموجلوبين نحن بنعمل أناليس للكيس واحدة واحدة عشان لما نعطي الوصول يبقى كلامنا إفدنس بيزد هنبص على إيه في الهيموجلوبين؟ بقينها سبعة واربعة والنورمال من 12 إلى 18 ايه اللي عمله هنا؟ ايه الركومنديشن بتاعتكم انتو كالكلينيكال فارماسيستم؟ يا جماعة ما تخافوش اقولوا عادي مش محد اغلطوا اغلطوا مش مشكلة احنا بندردش مع بعض بس جاوبوا لذن دكتورة ميادة بتقول أقل من سبعة نيد أربسيز تمام يا دكتورة ميادة الله ينور عليك طب هو دلوقتي سبعة واربعة نعمل ايه؟ دكتورة عائشة دكتورة ابتهال دكتورة سامر براو يا دكتورة سامر تمام دكتورة سامر دكتورة سامر دكتورة سامر برضو الانترفينشن النهائي ايه؟ تمام يا دكتورة ميادة فرس او فوليت ممكن أبص دكتورة سامر قاية أبص على مين كورباسكول عشان أعرف هل ده ايرون ديفيشنسي ولا فوليت ديفيشنسي تمام؟ براوو عليكم طيب المين كورباسكول يعني على المحك في البداية تمام؟ فدي هنعتبارها ايه؟ أنهي نوع من الديفيشنسي أنيميا مكسد مكسد المين كورباسكول يعني مرة ثانية طيب المين كورباسكول المفروض يبقى وزير رينج لو زاد يبقى ماكرو لو قلت يبقى مايكرو تمام؟ هنا بداية الميكرو سيتك اناميا الميكرو سيتك دا يبقى ايه؟ ايرون الله ينور عليك يا دكتورة سامر يبقى ده ايرون ديفيشنسي أنيميا تمام؟ ديفيشنسي تمام؟ الماكرو فوليت براوو يبقى انا هنا ب79 والرينج من 80 ل 97 يبقى دي بداية ايه؟ بداية الميكرو سيتك صح؟ تمام كده ندخل على النقطة الثانية هنشوف هايبو ولا هيبو كروم؟ هايبو او هايبو كروميك؟ تمام؟ هنبص عليه على السبغة الهيم الهيمو جلوبين سبعة واربعة نايص عن الطبيعي يبقى دي هايبو كروميك ولا نورمو كروميك؟ وانا عندي حاجتين في الانيميا ببص عليهم ببص على الحجم وعلى اللون الحجم في الطبيعي بقول نورمو سيتيك حجم كبير ماكرو سيتيك حجم قليل مايكرو سيتيك تمام؟ ده بعرفه من كورباسكولار فوليا ببص بقى على الكروم اللي هي السبغة اللي هي اللون بتاع الدم هشوفها نورمو كروميك يعني هيمو جلوبا طبيعي هايبو كروميك هيمو جلوبا قليل تمام؟ كمتو اده كاترة؟ ايه دانيل؟ ايه دكتورة سامر؟ يبا هيا مايكرو سيتيك هايبو كروميك يبا هندي ايه؟ هم؟ هم؟ هاتش بتكلم ليه؟ يا جماعة اتكلموا بس اغلطوا مش مشكلة اتكلموا اغلطوا ايرن؟ تمام؟ ماشي؟ اوكي؟ يبقى كده حطين في دماغنا اني لازم في البلان بتاعة الميديكيشن يبقى فيه ايرن؟ تمام؟ طيب اوصل الهيمو جلوبا لكام؟ اوصله لكام؟ مفروض؟ تسعة؟ طيب لو الحالة دي هيمو كروماتوزيس طيب هل في مشكلة من الاورال اير؟ هل في مشكلة من الاورال لو الحالة دي هيمو كروماتوزيس؟ هم؟ دكتورة ميادة بتقول عشرة برافيا دكتورة ميادة انا هنوصله لعشرة مش تسعة اذا كان هيمو كروماتوزيس كيس هيمو كروماتوزيس كيس هل في اي مشكلة من الاورال ايرن؟ جاوبوني لا يا جماعة بالتأكيد مفيش اي مشكلة من الاورال سبليمينتيشن اوف ايرن تمام؟ في مشكلة فقط في الانترو فينس ايرن تمام تمام طيب الحاجة التانية ببص عليها البليتلت ارجوكو انا عايز ردي سريع البليتلت في مشكلة من البليتلت هنا؟ يا اي لا البليتلت مية وخمسين في حاجة هنعملها هنا؟ لا تمام طيب امتى احاول اشوف انترو فينشن للبليتلت واتدخل؟ تحت خمسين يعني يا دكتورة سامر قربتي نسي الارقام، طيب لو تفتكروا محاضرة العصايتس في الكمبيلتلت انا قلت اني البليتلت لما بعمل لارجي فوليوم برسنتيزيس بدي قلبي ومن مش بدي بلازما البلازما ممكن اديها في مريض الكابد لما تكون البرسومبو كونسنتريشن اعالي من 40% او البليتلت اعالي من 40 الف سيل بيركيوبك مليميتر تمام؟ طيب الطيب الطيب طيب نزلة. بسبب ايه؟ تفتكروا؟ يا جماعة تفتكروا الويت بسيز واع بسبب ايه؟ دكتورة ميادة او دكتورة سامر؟ او اميون الحالة عندها هيستوري انها دياجنوز انها او اميون هباتايتس فتاخد اميون سابريست تمام؟ عشان كده المدكيشن ازا سيوبريم تمام؟ ايه تاني؟ الله ينور عليكم ايه كثرة تمام؟ ايه تاني الهيموغلوبين والبلايتلت والويت بسيز تمام؟ الصوت دي قطع عندك يا دكتورة سامر هي مشكلة عند حضرتك مشكلة مش نعيب من عندي فيعني اذا كان في مشكلة في الانترنت لان حضرتك خارج مصر مش في مصر دكتورة ميادة الصوت وضح عندك؟ لو الصوت وضح عند الدكتورة ميادة يا دكتورة سامر يبقى المشكلة فعلا عشان ان حضرتك من خارج مصر تمام الصوت وضح عند دكتورة ميادة فاكيد الصوت فيه خلل عند حضرتك يا دكتورة سامر معلش حتى لو فيه حاجة فاتت حضرتك هتبقى موجودة في الريكورد بتاع المحضرة تمام؟ هنا دكتورة دي الريفر فانكشن تست التوتال بالروبن والديركت بالروبن وزين نورمال رينج تمام؟ هنبص على ايه تاني سريعا كده هنبص على ايه تاني عشان نعملو انتربريتشن في الريفر كيميستري مش هقول الريفر فانكشن تست لا هقول كيميستري دي مش فانكشن بس تمام؟ هنبص على ايه تاني ايه السبب؟ انا اريد كلمة واحدة. القلب يقع عليه عند مريضة زي كده. كلمة واحدة. جاوبوا وغلطوا مش مشكلة. طيب ده سؤال. السؤال الثاني القناة في السفاتيز عالي ليه؟ تفتكروا هيكون ايه سبب علو الالكلام في السفاتيز؟ دكتورة سامر بتقول الهيباتيك سنستيك فانكشن بتاعت القلبيون. تمام؟ عشان السروزيس. طالما فيه سروزيس القلبيون من بيبقى واقع. طيب الالكلام في السفاتيز عالي ليه طيب؟ انا مش قلنا لكلام في السفاتيز في تعريفه ان ده ماركر في السفاتيز بيعلى. في حالة ايه؟ الاوبستركشن؟ او الاكيوت في الليفر. تمام؟ اي حاجة اكيوت في الليفر بتعلق الالكلام في السفاتيز. هنا ما فيش اوبستركشن هو مش عالي للدرجة السيجنيفكينت هو عالي دابول اهو عشان تبقى بينا الليفر فانكشن شكله اوضح. الالبيومين وادي الالكلام في السفاتيز اهو عشان تبقى بينا تمام؟ السوديم سوديم مئة تلاتة واربعين وزون نورمال رينج البوتاسيوم تلاتة وواحد ايه ممكن اتعمل في البوتاسيوم هنا؟ ايه ممكن نعمله؟ انت دلوقتي بتبص على تحليل الحالة حتى قبل ما توصل للتشخيص بس لازم تحط في دماغك شوية حاجات تحطها قبل ما تبص على البلان بتاعت الفيزيشن تحط في دماغك ان فيه حاجات محتاجة تصليح محتاجة تتظبط لقيت الفيزيشن وصف لها علاج كويس لقيت الفيزيشن مش وصف لها علاج دي تبقى اسمها وزوت ميديكيشن تمام؟ لقيت حاجة الفيزيشن كاتب علاج لها وهي طبيعية يبقى ده ميديكيشن وزوت انديكيشن تمام؟ هنا البوتاسيوم تلاتة وواحد الكوريكشن بتاعه هيبقى ازاي؟ أورى البوتاسيوم وز مونتور ماجنيزيوم بفور نعمل مونتورنج الماجنيزيوم بس احنا ممكن نعمل مونتورنج الماجنيزيوم لو فيه سيمترومس أو لو فيه البوتاسيوم نوتورسبوند للكوريكشن أو البوتاسيوم فيه ريفريكتر وهايبوكاليميا تمام؟ دي موال ده هايبوكاليميا ما تستدعيش ان انا عمل مونتورنج الماجنيزيوم تمام؟ طيب البوتاسيوم وز مونتورنج الماجنيزيوم تمام؟ تمام؟ ليه طيب نورمال والحالة كان عندها دي بيتي يا جماعة؟ ايه الحاجة العجيبة دي؟ لانه هو كان مكتوب فور بسوباليتي أوف مريفان يعني هيك لسه ما بدايتش المريفان تمام؟ الراندام برايت شوجر تلاتة سبعة واربعين يعني سكر نزل حاجة بسيطة ايه مش ديابتك تمام؟ الانتي دابل ستران دي ايه نيجاتيف ندخل على الاوتوين ماركر ده نيجاتيف نعديه الحاجة الاسبيسيفيك اللي هي الدياجنوستيك خلاص الانتي نيوكرر الانتي بادي طلع عندنا بوزيتيف تمام؟ الانتي سموس ماصل انتي بادي نيجاتيف الانتي ميتو كوندر الانتي بادي نيجاتيف يبقى انا عندي ده الهول مارك تمام؟ يبقى كده خلاص ديت حاجة confirmate ان ده اوتومين هبطايتس ولا لا confirmate تمام؟ اوتومين هبطايتس ده الدياجنوستي النهائي اوتومين لفرسروزيس ورات دي فيناثرومبوزيس تمام؟ ده الدياجنوستي ادي الدياجنوستي تمام؟ اوتومين لفرسروزيس ورات دي فيناثرومبوزيس تمام؟ ده التايم لاين يا جماعة بتاع الميديكيشنز بيبقى عندنا في المستشفى نظامه كده تمام؟ اه تيجي النيرس العلاج اللي بيبقى مش متعلم كده بيبقى لونه شفاف كده ده لسه متاخدش وده ما واعيده زيره صباحاً يعني 12 بالليل 4 الفجر 8 صباحاً 12 الضهر 4 مساءاً 8 مساءاً 12 بالليل وهكذا تمام؟ ده آآ تمانية واربعين ساعة فيه هنا تختار 12 ربعو وعشرين الحاجة ده ممكن تختار سبوع ولا سبوعين يجيب لك التايم لاين كله ده خط ده ده ناو الآن انا اخدت سكرين شوت من الحاجة دي الساعة خمسة وتلت مساءاً تمام؟ لما العلاج يتاخد بتبقى دي علامة سوداء النيرسي تتغضى بالكلكة هنا وتعلم العلاج انه اتاخد فانا مر اشوف العلاج متعلم ولا لا وتأكد ان المريض اخد ولا لا للشغل كالكلانيك الفارمسيس الحاجة التانية لو العلاج موقوف بتبقى لونة دي احمر فاتغضى بالكلكة على العلاج هنا ووقفه تمام؟ المهم بقى انا واخد سكرين شوت بعد ما الحالة خرجت فبين التايم لاين كله شفاف تمام؟ مش اثناء مكهة الحالة موجودة تمام؟ فكان بتاخد الازا سيوبرين خمسين ميلي جرام تمام؟ تاخد الازا سيوبرين خمسين ميلي جرام اللي هو بريدنيزون الاتنين مع بعض بتاخدهم تمام؟ تاخد الارثو ديوكسي كوليك اسد تمام؟ تاخد الامي برازول اللي فاجول الاتنين واحد تمام؟ بس او الفكرة كلها ان احيانا بيتكتب الاتنين بيتصرف اللي موجود تمام؟ شغل داخلي يعني وده مش ولا حاجة تمام؟ فانا نزبط لكم العلاق في جدول بشكل اوضح يتاخد الارثو ديوكسي كوليك اسد تمام؟ واحد في تلاتة بير اورال تمام؟ والتسبريلون بريدنيزون 20 ميلي جرام والازا سيوبرين والامي برازول تعالوا ناخدهم واحدة واحدة لهم برازول فايدته هنا ايه؟ دكتورة ميادة سمعني؟ ستمسخ فعلا بيراتك اتخاذ البروفيلكسي وعشان استرويد تويب وعايز حضرتك تتأكد من الدوزز دي صح ولا لأ عشان نشوف هل دي كوروك تدوز ولا لأ تمام وبعد البريك نرجع نكامل موسيقى